مساء الرضا. كيف حالكم يا رب كلكم طيبين. اليوم بعلكم طريقة او وصفة اللي هي بتزا بالتونة او بتزا بنكايه التونة. اشوفو اني مهما عملت بوتزا بالتونة ارجع لهذى الطريقة اذا انتم عندكم طريقة اكتبولي هرته بتعلمت من وحدة صديقتي بلا يذكره بالصحة والعافية مهما عملت بتزا بالتونة ارجع لنفس هذه الطريقة يعني هذيfirه بتزا والتونت بتعملوها وانات بسيطة وسهلة. وكمان اشتريكم تشوفو الفيديو للاخر لاني برويكم حاجة اشتريتها هنا من مصر جدا حلوة بس لا تنسوا اللايك وانكم تشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات وكومنس حلو منكم اول حاجة هنا عندي قدر بضيف له زيت زيتون وزيت عادي وممكن اكتفاء بزيت عادي بضيف شرائح من الفلفل الرومي والطماطم واخلي الفلفل الرومي والطماطم كده تشوحهم كده مع الزيت لما يدبلوا او يضغيان لونهم طبعا واني اشوحهم بضيف اللي هو الماقي طبعا هي مرقة الدقاج بس نحنا اي نوع مرقة الدقاج نقول لي ماقي اي نوع مرقة الدقاج ضوفوا ملعقة صغيرة او باكت وكمان انا اضافة من عندي اضفت رشة سكر بس هي عطتنيها من غير سكر السكر اش يعمل؟ يعمل علي عادل الحموضة حق الطماطم ويخليه كده اللي يعني يخليه تسبيكة او الكوشنها دي حلوة اضفت حاجة بسيطة من السكر خلاص الان بس دبل معايا الفلفل الرومي والطماطم ما تخلوه نوش ينشف كثير غطوه بس شوية الان خاص بطلعه وببدأ افرمه طبعا كيف بطحنوه انا ما بطحنوش ناعم بخليه ناعم كثير لا بطحنو بحيط انو يكون في بو يعني خشونة او يعني نحنا نسميه مقروش لا مش مقروش يعني مش طحن ناعم انتو بتشوفوا كيف قوامه خلوه يكون في قطع يطلع لذيط طعمه طبعا كثير اقاتلي اسئلة بهذه الفرامة اللي استخدمها هذي فرامة بالشحن يعني تشحنوها وتفرموه حلوه شوفوه هي مش عملية انكم تستخدموه حك كرف يوميا ان تكرفو فيها لانه واطق صغير لكن حلو اذا معاكم رحلة او يعني زي لعدن كهرباء تطفيت شو تفرموه حاجة يعني لشي للضروري ايوة حلوة للاستخدام بس مش حك كرف اخدوه حاجة واطق اكبر وفيه صغير يكون واطق اكبر واحسن تكون بالكهرباء بس بعد ما فرمته كده خلاص الان استلصى عندي قاهزة الان بنفس القدر اللي استخدمته باضيف شوية زيت زيتون وابدي اضيف شرايح من البصل والفلفل الرومي احنا عندي دي نار عالية نحنا نشتيت اشويح اشتيت اشوح البصل والفلفل الرومي بحيط ايش اني كأني اطبخ اكل صيني شفتوا لما حاجة كده تشوحوها على نار عالية شفوا دي الحاجات تفرق كتير بالطعم ارفعوا النار وكده بدأوا شوحوه وهنا اضفت فلفل حار حاجة بسيطة والنار عالية الان باضيف التونة اني كيف استخدم التونة التونة افضيها بصفاية ولازم اغسله اشطفه حاجة بسيطة يعني اغسله وابدأ اضيفه والنار تكون عالية لازم اتطلع شفوا اني ما خليش الخضار والتونة اتطلع سوائل بنفس القدر او بنفس الدست من غير ما نغسله لما عملنا الكشنة الاولى فهذا اشي خليها اعطيها طعم كده رهيب وكده يتلسوع او كده يتحمر والنار عالية لازم التونة ودي الاشياء كلها تكون ناشفة ما تكونش كده فيها سوائل زي ما قلت لكم هي تعطي الطعم الحلو شفوا كيف ما شاء الله نشفت التونة والبصل كده ناشف خلاص الان تكون الحشوة جاهزة الان نستخدمها المكونات لازم كلها تكون باردة هنا عندي عقينة البيتزا عقينة البيتزا قد نزلت لكم طريقتها وممكن تستخدموا اي عقينة انتم معتمدين يعني تعملوها اي عقينة وكمان تقدروا تعملوها صغار ميني لان انا فردت العقينة حقي حق البيتزا وبدت احط الصلصة اللي عملناها اول طحناها امشي انكم تفردوا الصلصة هذي تمام تمام طبعا الكمية وكمية البصل وكمية كله باكتب لكم صندوق الوصف بعد ما فردت شوفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو معها الدراء اللي انتم حابين اني شوفوا اضفت الزيتون وضفت شريح من الطماطم لكن هي الصراحة ما في باش اي اضافة تانية يعني في بس زيتون لكن الشريح الطماطم الدراء هدا انتم حسب ايش الخضار اللي تحبوها مع التونة فاني احب التونة معها شريح الطماط وانتم قطركم زي ما تحبو ممكن تعملوه صوسات فوقي او كده انا حطت شريح الطماط تعت طعم رهيب للبيزا خاصة انكم تقطعوه يعني طماطم وعلى طول تحطوها بالبيزا ودخلوه بالفرن يعني النكهة رهيبة مع اي نوع بيتزاوه هنا استخدمت قبل مورزريلة تسألوني ايش من نوع هنا استخدمته في مصر افضل نوع استخدمته اللي هي فريش وانتم شوفوا اكتبولي ادافة نوع تانية لكن فريش للان هي افضل حاجة فريش اللي لوني ازرق والان تعالوا ندخل الفرن على حرارة 200 للمدة 20 دقيقة تتحمر تتحمر من تحت بعدنا افتح لشوية شواية من فوق واول ما تطلع اغطيها باي فوطة او عندي هذا السلكون اللي انا اغطي فيه اللي يفرض عليها الاكل اساسا هو اغطي فيه كبدة بس حاجة بسطلة عشان تفضلي كده يعني طرية والقبنة كمان تكون طرية متكونش ناشفة وهنا ما شاء الله بدأوا المساعدين يساعدوني الله يعطيه العافية زوجي بدأ يقطع البيتزا قطع ليها تصغيرة بس يعطيه العافية صدقوني بقد انتم بتاكلوا ألد بيتزا بالتونة اذا انتم معكم قدتكم طرقة يعني لبيتزا كتبولي اما اقولكم بيتزا التونة لي ناسا يعني لي جماهيرة زي ما يقولوا مش اي احد يحب البيتزا بالتونة يعني زي اني عندي في البيت جيها يحب يزاب الخضار اللي هي اللي نزلتها من قبل بحطي لكم الرابط في اخر الفيديو وجيها يحبها لا بالتونة وجيها يحبها سادة بس يعني بس صلصة وبس وقبنة عليها يعني كل واحد يحب بشكل واكيد انتم في البيت عندكم نفس كده وهذه بيتزا بالتونة لان برويكم اش اشتريت من مصر هنا دخلت محل جنبي تقريبا كلهم مواعين سامان مطبخ وكده فشفت عنده هدي المقلقة وقلت له ايش هذا الصاق او المقلقة اللي هدي شواية على الغاز خلاص اني قلبت عيوني قلوب قلت خلاص يهو داخديها وعملي قلت دقائق بهادي وقربيها قلتني اني احب التقارب والله اني اخدته وقلست كده اشوف روفيوهات عني يعني فيديوهات عليها يعني كيف تستخدم زي كده اللي يحط تحت فحم واللي يعمل تحت ماء هي اصلا مكتوب اذا تشتوت دقائق طريق او اي شي بتشوه طريق او اي شي بتشوه طريق اضطوه ماء تحته عرفتو وده تشتوه ناشف كده يعني من غير ماء فاني بدأت اركبه ما شاء الله وهنا ما عارتش وقازوه يساعدني لانه قوية المسكة بس الصراحة اني بقولكم ياها اني قربته وقدر رهيبة قربته اول شي يعني حطت ضفت فيها ماء وقربته ناشفة يعني من غير ما اضيف ماء وقربته على يعني انكم تحطوه تحت فحم كله حلو بصراحة يعني تعطيكم كأنكم شويتوا بالفحم بس لازم تعرفوا انكم كيف تستخدموها هنا قيت اقرب عندي كده قطعتين دقاغ وبدأت اقرب اول شي حطيت شيفوه قصدير بعدين حطيت في بماء اول ما اضقت دقاغ بالماء يعني بالبخار خلاص بديت خلي الماء ينشف وبدأت تتحمر لوحده شوفوا ما شاء الله بدأت اقلبه لما تتحمرت زي كده قد اعطيكم ريحات الشوي وتقدروا تحطوه قطيكم تحت فحم والله عقبهم كتير اني صراحة اخي وزواجي قالوا كأنك شويتي صاحب البيت ريحتو يعني دخاخين بس كان طعمولة دي تبعين بخروه باللبان وفوح اقولكم ما بتقصروش بالبخور بس هذا الفيدي ان شاء الله يكون عقبكم بالعافية لي ولكم